بتكلم عني بسوء أنا عايزة منك حاجتين اتنين أول حاجة الكلام السايق اللي بيتقال عليكي لا يعنيني ولا يأثر ولا يهدمني شخصيتي ولا يفقدني ثقة ولا يفقدني توازن وابقى متوترة وقال أنا ومش عارفة فيه إيه وحسة وهيقولوا إيه ويعني ولا الكلام ده إلا إذا كان عيب حقيقي موجود رحم الله مره أهدأ إلي يا عيوبي لو صبحت يعني حتى ما تيجي تقول خلاف بصغة دي مش دابش كده ده رقم واحد ده المحور الأولان رقم اتنين لما ييجي يقول بكلام سيء على أهلك والكلام ده والحاجات دي يا زوجي كان أولى إلى الله بيك إنك إنت تيجي تقول لي يا دي الزوجة والله أنا مش عجبني فيك أو السلوك الفلاني واحد اتنين ثلاثة لأني لا أظن أبدا أن أنت مش حاببني لأ حاببني بس ممكن يكون السلوك كاستاب يا إما أنت فهمه غلط ومأفور يا إما أنا فعلا أسأت التعبير يا إما فعلا أنا فعلا غلطت والأمر محتاج إصلاح لكن إنك إنت تهتك ستري وتهتك أموري ومعايبي هل إنت تفرح لما أنا أطلع معايب فيك خاصة أو عامة للأهل أو الأقارب أو صحابك بالروح ده اسمه إيه؟ عقل اسمه ده حوار العقل تقول لك ومعدهمش عقل هم كذا وأنا هتغضط ما هو أنت بتتصرفي بصي اسمعيني عشان خطري أنت بتسمعيني أنت بتتكلمي بواقع إيه؟ الغضب لأنك مظلومة عارفت أما تتطعني من ظهر معقول ده الراجل كان كنت لسه كويس معي ولسه زي الفل ولسه كذا معقول تعنك في ظهرك ويا بقى لما يطلع المناقص والمعايب ودي كذا ودي كذا لأهله نجلنش لأهلك لأهله تاني أول حاجة الأمور دي لا تعنيك ولا تهزك ولا تتوتري ولا تعملي ولا تكلامتي إلا إذا كانت أمور حقية نسعى ناخد منها الحاجات اللي محتاجة الصلاة رقم اتنين أكلمه بمنطق العقل وبالصوت الهادي طبعا ده هيخليك تطلعك إن أنا أفصل مشاعري أيوة طب ده محتاج؟ محتاج تدريب ومحتاج تعاون مش أنا بعد الكلمة وقاوة سمعتك دكتورة هلا بتقول الحل كذا آه تمام أوكي بس محتاج تدريب مش هتقنيه من أول مرة مرة في مرة في مرة في مرة في مرة الدنيا هتبقى تمام تاني يا دي الزوج ما كانش أبدا كنت أتمنى أنك تعالى أنت شفتك تعالى قلتي لكن تروح تفضحني وتطلع سر برا ده غلق طيب اكتشفت أنه على علاقة بامرأة أخرى قبل الزواج ما ليش كذا وطوب إلى الله بعد الزواج برضو الخيانة مش ليك الخيانة كانت لله سبحانه وتعالى والعهد الحب اللي بيني وبينك فإن التوبة لله سبحانه وتعالى ده رقم واحد رقم اتنين يا ابني الحاجات دي أنا امرأة وانت مسافر دقة بدقة لو زدت لزادة أنا أخشى على نفسي يعني أخشى أدعو الله سبحانه وتعالى يكون امرأة صالحة ربنا يحفظها ويحفظها وتبقي عفيفة وشريفة ومتمسكة حتى لو هو أكتر طوب إلى الله قولي له كده أنا أدعوك للتوبة إلى الله تعالوا تعالوا لعشان أنا أعرفاك وهتعملوا إيه الكلام ده مسالي أول والكلام ده في المريخ والكلام ده مش على الأرض والكلام ده مع الكائنات الفضائية ما ينفعش يتنفس لا ما قدرش أقوله ليه هو المستهدف إن احنا نعمل خناء أو عركة ومش عارفة إيه والدنيا والدنيا والعب في قلب البيت ولا المستهدف يا بنات ويا زوجات إن الزوج يبقى كويس معايا وإن أنا عيش حياة مستقرة ويرجع زوج شايفني أفضل امرأة في الكون ولا هو المستهدف من الغلطات وإنت اللي المعيوب وإنت اللي عليك وإنت كذا وأنا اللي صح ده مش هو ده خلط أوبعي أوبعي خسرانة طيب أعمل إيه أدعوك للتوبة الله سبحانه وتعالى لإني ده معصابناكم بالرب وجرحتني جرحت أنا أولى بالكلام للحب اللي أنت بعدت له فلانا على الشدة أنا أولى بيه ولو كنت قلتلي كنت أزدتك وأزدتك وأزدتك والمتعة الحقيقية في الحلال أنا الحلال يبني ودايما يا كل زوجة شكة في زوجة زوجة بشيت معرفش بيعمل إيه مرض العصر ما بتعملش لما أنت عارفة العيكرونس تشعرش غالب لكن أدعوك للتوبة إلى الله سبحانه وتعالى ولو فعلت أنا الحلال تأصيل كلمة أنا الحلال فالمتعة عندي دي الحرام خايف ولا تستمتع لو شيدت مع ألف وحدة لو العلاقة حرام مع مليون وحدة ما هتحس بالمتعة زي ما أنا الحلال ودايما أصلي الجملة دي عارفة اللي بيعمل إسقاط زهني عارفة اللي بيعمل غسيل مخ اغسيلوا مخوا بالجملة دي أنا الحلال فالمتعة عندي أنا الحلال فالمتعة عندي مكمر ألف طب سنة ولا اتنين طب بقها كويس بعد ما لحد ما تموتوا هو كده الاستمرارية في الإسقاطات وصوصا مع العالم اللي إحنا فيه ده أدعو الله سبحانه وتعالى ما تزعليش حقيق علي أنا ما تزعليش وهي فرصة واحدة أقول له أنا هحرص عليك وأنا عايز أشوف منك أنت كمان حرص ما تهددنيش لأن التهديد يفقد أمان وما تبتزنيش أنا عايز أشوف ده برضو معاك أدعو الله سبحانه وتعالى يسلح لك الحياة اللهم أمين أمين